قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم احتفالية لذوي الهمم والوعي الوطني وذلك بمكتبة الإسكندرية أكدت الاحتفالية أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت الاحتفالية رسالة قوية إلى المجتمع المحلي والدولي بأن مصر تهتم دائما بهذه القضايا الإنسانية في غمار الحملة الرئاسية لا ننسى ولا ننسى زوي الإعاقة لأن زوي الإعاقة هي أحد الركائز المهمة والأسسية للجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فلم ننسى هذا اليوم نحتفل به ونوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمجتمع المحلي أننا نهتم بهذه القضايا الإنسانية وهذا تغير كبير جدا حدث في الدولة المصرية قضية مهمة جدا بالنسبة لأسر كثيرة قضية أصبحت فخرا لكل أسرة لديها طفل معاقع من زوي الهمم لأنه أصبح لها قيمة في المجتمع المصري التضامن الاجتماعي عصرة فترات زمنية طويلة من الجماعيات والمؤسسات الأهلية اللي كانت قائمة فقط على تلقي تبرعات أو منح الهبات النهاردة الجماعيات بقى فيها تمكين اقتصادي بقى فيها تمكين اجتماعي بقى فيها رفع وعي سياسي الحقيقة الواحد مش عارف يتشرف بإيه ولا بإيه وجودنا النهاردة بجد رسالة لكل العالم لمصر آمنة مستقرة تعمل لا تقف صامتة ربنا يا رب يوفق قيادتنا هناك نوع من الشراكة الحقية وهناك نوع من الاهتمام بزاوي الاحتياجات الخاصة وهذا طبعا انطلاقا من استراتيجية فخامة الرئيس واهتمام الدولة المصرية بزاوي الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف النهاردة ان شاء الله تكون احتفالية كبيرة تجمع كل أبناءنا زاوي الاحتياجات الخاصة سواء في العملات التعليمية أو في مؤسسات المجتمع المدني بنظم لقاء كبير معنا مختلف الوزرات معنا الحكوميين معنا التحالف عن زاوي الاعاقة والوعي الوطني كله بحاول ارفع الوعي بفئة زاوي الاعاقة بنحاول نقول النهاردة المكتسبات من ساعة مع فخامة الرئيس تبنى قضية زاوي الاعاقة وادها ثقل وادها وضع ونقالها من قضية مهمشة لقضية حقية